اشتركوا في القناة بولاية مدنين وولاية جندوبا بين 3 وال5 مليمترات وولاية المهدية بين 2 وال4 مليمترات وولاية تطاوين 3 مليمترات ومليمتر وحيد في كل من وولاية باجا وولاية القيروين بالنسبة الدرجات الحرارة كانت متراحة بين 24 و28 درجة في الشمال الوسط والمناطق السحيلية سجلنا 25 درجة في تونس العاصمة سجلنا 21 درجة في المرتفعات الغربية في الجنوب كانت متراحة بين 24 و28 درجة حالة تقس عرفنا اليوم سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة مؤقتا العديا الأمطار هذه كانت محليا غزيرة خاصة في الشمال الوسط والجنوب الشرقي الليلة إن شاء الله تتواصل صحب كثيفة مع أمطار متفرقة محليا غزيرة خاصة في الشمال الوسط والجنوب الشرقي أيضا إمكانية تساقط البرد في بعض الأماكن المحدود الريحة عمتا تكون من القطاع الشرقي تتجاوز 80 كم في الساعة أثناء الخلايا الرعدية البحر يكون شديد الأثراب فمضتربوا درجة الحرارة ليلة تكون متراوحة ما بين 16 وال20 درجة في الشمال والوسط بين 20 وال24 درجة في الجنوب نتعدى الغدوة إن شاء الله غدوة نتوقعوا بعض السحب الكثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية محليا غزيرة خاصة في الشمال والوسط نشوفوا مع بعضنا درجة الحرارة قليبيا 22 درجة 23 في نيبل تونس أيضا 23 أقصى الشمال بنزر 22 درجة أقل شوية أكثر شوية عفوا في باجة 24 درجة 23 في تبرقى 25 في جندوبة والكيف 21 درجة في تالة سليانة تكون في حدود 24 درجة 23 في زغوان في المدن السحيلية 24 في كل منسوسة المهدية والمونستير 26 في سفيقس قرقنة والقيروان سيديبوزي تكون في حدود 28 درجة 26 في القسرين 28 في قفصة 29 في كل منتوزر وقابس 29 درجة أيضا في قبلة وفي مناطق الجنوب الشرقي يوم الغد في جزيرة جربة ما نتجاوزوش 25 درجة 26 في كل من مدنين تتوين وأيضا في أرمادة بالنسبة للملاحة والسيد البحري يوم الغد في منطقة سيرات وخليج تونس الريح تكون من القطاع الشرقي سرعتها بين العشرين والخمسة وعشرين عقدة مؤقتا 30 عقدة تتجاوز الـ 45 عقدة أثناء الخلايا الرعدية والبحر يكون شديد الأثراب في منطقة خليج الحمامات والشابة الريح تكون من القطاع الغربي سرعتها في خليج الحمامات بين 25 و30 عقدة تتجاوز الـ 45 عقدة أثناء الخلايا الرعدية والبحر يكون مضترب في شديد الأثراب سرعتها في الشابة بين 15 والـ 25 عقدة تتجاوز الـ 45 عقدة أثناء الخلايا الرعدية والبحر يكون مضترب وفي خليج جابس الريح تكون من القطاع الجنوبي سرعتها بين 15 والـ 20 عقدة تتجاوز الـ 35 عقدة أثناء الخلايا الرعدية والبحر يكون قليل أثراب فمضترب درجات الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية غدا في نكشات سماء صافية 34 درجة أمتار في الدار البيضاء 22 درجة عفواً 28 درجة في الجزائر 27 في ترابلس مع بعض الصحب سماء صافية في الخرطوم 39 درجة القاهرة 30 درجة 39 في المدينة المناورة 41 في مكة المكرمة مصقر 32 أبوظبي 36 الدوحة 35 على شوية في الكويت 38 درجة بعض الصحب في بغداد 39 دمشق وبيوت 32 و27 درجة القدس الشريف 26 أمتار في اسطنبول 20 درجة أبعد شوية في أوروبا 21 في فيانا 25 في روما 23 في برلين وامستردام لندن تكون في حدود 16 بريكسيل 24 نفس الشاي في باريز وفي شبل جزيرة إبيريا 18 في مدريد و19 في لاشبونة تطورت الجوية الأيام القليلة القادمة يوم الأثنين إن شاء الله صحب عبر على كافة مناطق البلاد الريح تكون من القطاع الشرقي في الشمال الوسط من القطاع الجنوبي في الجنوب البحر يكون مضثرب في كافة المجالات ودرجة الحرارة تكون تراحة بين 27 و32 درجة ولن تتجاوز 25 درجة في المرتفعات الغاربة نتعديه اليوم الثلاثية حيث تكون هناك أمطار متفرقة في المناطق الغربية ثم تشمل بقية الجهات الريح تكون عامة جنوبية شرقية البحر يكون مضثرب في كافة المجالات ودرجة الحرارة متراحة بين 26 و31 درجة أوقات الشرق والغروب ليوم الغد الشرق يكون على الساعة السادسة و25 دقيقة والغروب يكون على الساعة الخامسة و45 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات نجم متصوبين على مقام موزع الصوتي ثمانية وثمانين وربعين أربع أصفار ادخال لئرسالات قصيرة وإلا أيضا نزورون على مقام الويب www.meteo.1 لوفيوب أوقات الصلاة الصبح يوم الغد على الساعة رابعة و59 دقيقة الظهر منتصف النهار و12 دقيقة العصر على الساعة الثلاثة و17 دقيقة المغرب على الساعة الخامسة و47 دقيقة وأخيرا العشاء على الساعة السابعة و11 دقيقة عزيزي المشاهدين شكرا وحسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء